قل اللهم مالك الملك توتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا ونوحا وآل إبراهيم وآل عبران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك نوثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عياد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكرياء ربا قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في المحراب أن الله يبشرك بيحيا بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين قال رب أنا يكون لي ظلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلوتي لربك واسجودي واركعي مع الراكعين